اهلا السلام عليكم كديرين لبس عليكم تمنى تكونوا في اخر وعلى خير لما ان شاء الله سنحضر معكم واحدة العصير اللي منعش غيب الحمضة واحدة اكيد إذا زربتوها سيعجبكم 1000% سهلة بزاف وكيخرجنا كمية تبارك اللي غير بحبة واحدة دير الحمض غادي تخرجي منو ليطر دير العصير بغيتو ججي ضد اترو كديري ثلاثة الحبات بغيتو يربع اترو كديري ربعات الحبات وانتي غادة يعني حبة دير الحمض فقط في ليطر دير الماء مهم انا غادي ننوجدها معكم هاد العصير هادا اكيد را غادي عجبكم 1000% مهم كان اخد واحد الحمضة اه كان نغسلها مزيان وكان قطع لي هادوك الجوانيب هادوك الجوانيب اكيد راح كان حيدهم كان لوحهم اما الحمضة كان قطعها بالقشور ديالها كان ديلا واحد قطع لي هي شوية رقيقة باش غادي ننقيها مزيان من الداخل من العظم مخصنيش يفوتني فيه شي عظم هايتي غير يفوتليك فيه شي عظم اه غادي يخرج لك العصير ديالكمور يعني كنحاول انا ننقيها نقطعها رقيقة باش ملي ننقيها مايفوتليش فيها شي عظم مهم انا غادي نحاول انا ننقيها دابا هكا انتم ما كتشوفوك انحيدوك العظم لي فيها كامل في متبلية شي عظم كان نحاول انا ننحيدو حاولو ماء ام كلمة تخليو فيه الى غي حبة فاتت ليكم كده غادي تضيعو العصير ديالكم غي خرج لكم مر هو العظم مخصوش قاعي يفوت في فضل العصير هادا هيت غي خرج لكم مر ما فيه ما يتشرب مهم اما القشور ما غاديش تخافوا منو ما يجيكم اللي مر لوالو القشور ديالو يعني كيجي واحد العصير لي زوين وغطحنوه بالقشور كن متخافوش اغاييجيكم ديالون او منعيش خاصصار اللي لو وجدته من قبل ودرته فالتلهجة اكد را غاد يعجبكم بزاف 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 مهم انه هان يحاول ان كيبتو شوش حالا كيبتو شوش حالا كيبتو بتقطيعو تقطيعو تقطيعو باش ننفلي تحت شي وحدة. مهم اني نقيتهم كاملين. اه مهم انا درت غير وحدة. دب حاليا درت غير وحدة درت غير يطرو. ملي كان بغين دي اجوج يطرو كان دير جوج حبات ملي كان بغين دير ثلاثة يطرو كان دير ثلاثة الحبات وانتي غادة ولكن انا كتفيت كاشرب هاقي الموضطر كتفيت غير بحبها بليتر دي الماء وكاس دي السكر سنيدة. صف هنا يا بعد ما نقيتهم زيان من ذاك العظم اللي فيهم. نقطعهما كلا جوج ولا كما حيطا دي تتحن غير كي نحاول اني نقطعهم هكا واحد شوية باش من القنا يعطين قريبهم هzać طغير ضغيرة. مهم قطعتهم بحال هكا آآ مربعة بحال ها كلها دائرة قطعتهم الأربعة مهم هاد ا pł تقطعها كما شوائي مهم كمجا. حيط غادين ديروا فتحانو غادين تتحنو ان شاء الله. و غادين دي معه كاس دي السكر سنيدة وليتر دي الماء فااااااا HASl حينما ما مرتو حد ديك لما قبل الاخير صافي هنا هي غادي نطحنها وما غاديش نقطع الفيديو. عانتم ما غادي شوفوا كل شي على عينيكم. هنا هي غادي نخلي الطحانة تطحن مزيان. غادي يمشي عليها نوجد الكاس اللي غادي نخوي فيها وضيك صفاية باش نصفيها. حي تأكيد لما غاديش نحطوها كاكب التخطة ديالو ضروري ما غادي نصفيها. هنا هي اطلق صفاية تطحن. وغادي مشي نوجد الكاس وصفاية باش نصفيهم مزيان. هي تطحن وغير واحد. هاده اشي تاواني وصفي ماشي بزاف. هاده اشي ثلاثين ثانية بحلقة صافي. الحسب المونينيكس عود. الهي هراني وجدت الكاس ووجد صفاية باش نصفيها مزيان. لما نطفعلها اه على الطحانة. صافي كيجع لها تشكل هاده لهاد القوامة وواره مخلطة بالطخط ديالو كل شي. هنا هي غادي نحاول انا نصفيه. ما غاديش نخلي ديك اه التخط في الكاس. انتم ما غا تشوفو. كييخرج رزوين وحلو يعني ما كيخرش شمر نهائيا. وخدرتوه بالقشور ديالو كيجي ووعر. مو من ايك نحاول انا نصفي باش يهبط لي غير الماء. اما داك القشور ديال الحامض كيبقى في الصفاية. صافية غادي نبقى هاكا هاكا هادي نخوي الكاس. اه صار حجبت صفاية صغير ورا كون الزيت الكبيرة كون ضغياء خويته ولكن ما علينا مش مشكلة. كنحاول احتا غادي نهبط ديك الماء. عاد نكمل نخويها. حال هاكا. مو يمكن لي كيحطافض بهات تخط ديال الحامض حيث هو رهزوين. متلا انت تعمليه في شي في شي كيكا ولا في شي حاجة. صراحة انا بعض المرة كنت نخليه ولكن انا كنت قد نزله. اه كنت نخليه يعني كنحطافض عليه في المجمد حتى كنحتاجه. ولكن صراحة عندي هادا صافية غير غادي نلوحة غير فقط كفكرة اللي بغت يعني تحتافض ديال القشور. يعني غادي تتنافأ يعني تحتاجها تحتاجها من بعد. مهم هادا غير فكرة مثلا اللي بغيت تحتافضي به صافية. مهم هنا يا خويته كامل دك الغرف ديال الطحانة. اه وغاي جينا على هاد الشكل هادا. عمري كندير انا جوجيتر كنعمر هاد الغرف. حتى عندي هادا الكاس هادا الكبير كيزليه جوجيتره. انا هنه يدر تغيليه الطرح. مهم بالنسبة لكم انتمو وقدل حجم للعائلات ديالكم. بويتو انتكم لعائلات دراري مع هادا يقدروا جوجيتره بجوش حبات ديال الحامض. صافية كيجين على هادا القاوم هادا. والصراحة كيجي وعر كيجي طب وكيوجد لك في في السراع وقت. صراحة هو اللي غادي ينفعنا في هادا الصيف وفي هادا رمضان كذلك. انا كيكون عندي صراحة يوميا تقريبا. وخصوصا في رمضان ما كيختانيش كل نهار كنطحن واحد الحباء. مع اه ليتر تل الماء وكاز ديال السكر. كيجي نزوين بزاف. وكنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف على المتابعة ديالفيديو حتى الاخير. مو نشاركت معكم ابسط حاجة. واسهل عاصير وجدها معكم اليوم. وكنتمنى انكم نجربوه. اكد راها غد يعجبكم. وما يبقى عندكم اه في العادة يعني يوميا غدقوا تحضروها. اللي هي سهلة سواء حتى الضيوف صراحة كيجي زوين. مغايحش مكش. مو يمكن نقول لكم شكرا لكم بزاف للمتابعة. ان شاء الله غدينتلقوا في الفيديو جاء ان شاء الله. شكرا لكم بزاف. يلا مع السلامة. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم.